شدد القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشعي محمد حلان أن حل المشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني هو أولويات وترتيبها يبدأ بالتوافق على نظام سياسي قائم على شراكة واحترام الكل الفلسطينية طلب دحلان خلال لقاء تلفزيوني بالتوافق على أليات المقاومة شكلا ومضمونا دعيا لإعمال الديمقراطية في النظام السياسي في منظمة التحرير سواء في السلطة القائمة أو السلطة القادمة